موسيقى 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 بحكم أنه سيدخل التاريخ من بابه الواسع كأول من توصل أو كأول من حصل على ميدالية ذهبية أو فربيا أو نحاسية أو كأول فريق من حصل على كأس للعصباء الوطنية لمراكز التربية والتكوين السيد الشراثين قدموا هذه الفوطولة يعني البراتيك للبروفسور ملدابي هي المراكز حنا كنت ما نعرفه مراكز التربية والتكوين الجهوية لا تضم فقط أساسية التربية البدنية تضم جميع تخصصات تضم الإدارة التربوية تضم الاقتصاد تضم الدعم الاجتماعي هذه الأطور كلها هي معنية من لتخرج الموسم المقبل إن شاء الله ستجد نفسها أمام جمعية رياضية داخل المؤسسة التعليمية التي ستمارس بها مهامها وبالتالي فالمناسبة لهذا التنظيم البطولة ببتداء من الإقليمي والجهوي والوطني فهو مناسبة ليس فقط لإحراز نتائج رياضية بل هو كما نقوله هو استنى بروفونديسمون ديال التجربة الميدانية اللي غادي يلقاوها لاني بروفشا إن شاء الله يلقاوها قدام ومحكم أنهم عاشوها في جمعية رياضية ديال المراكز ديالهم الإقليمية عاشوها في المركز الجهوي وعاشوها في البطولات ديال العصبة الوطنية وبالتالي فهذا تكميل التكوين وهو تكوين عملي بالإضافة للتكوين اللي كيتلقاه داخل المراكز من طبيعة الحال ما ننسوش وخاجلنا بأن نرى ما شي غير النتائج الرياضية أو البرفورمانس سبورتيف اللي كتم مع القريتو بأننا ففاجأنا اليوم بالمستوى العالي للطلبة الأساتذة المتكوينين داخل المراكز التربية والتكوين الجهوية ففاجأنا بالمستوى العالي فيما يخص الفيزيك ولا التكنيك مستوى مشرف جدا والنتائج كما غادي تلاحظون نتائج اللي كانت في بعض الأحيان أولى في أغلب الأحيان ما كانتش كتميز ما بين مركز ومركز تلمو أن الاستاجياء اللي كانت في المراكز كلهم تبارك الله شباب وكلهم بقين قدين على العطاء الرياضي وبقين عطين قدين على العطاء ديال نتائج الرياضية في مختلف الانوار الرياضية هذه الدورة الأولى دورة تاريخية كثما قلت الأسماء اللي غادي غدائي يتم النداء عليهم لاعتلاء من ستتويج ستبقى راسخة في أدهان الجميع وستبقى راسخة كذلك في زنال ديال الرياضة في مركز الجهوية للتربية وتكوين وحايا 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 اشتركوا في القناة